اهلا وسهلا بحضراتكم من الناس اللي تحبه جدا وتقدره جدا وتستوعب مشواره السياسي جدا 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 احب انا الطريقة دي وطريقة التفكير دي يعني يعجبني بصراحة انت عارف كنا زمان والله بكلم جدا لما جاء لولا دي سيلفا اول مرة رئيس لبرازيل وبدأنا نشوف الحاجات اللي بيعملها والتطوير وما الى ذلك فكنا نحلم ان في يوم من الايام يعني يبقى عندنا في مصر حاجات زي كده اجي النهاردة على سبيل المثال انت عارف كان من ضمن الحاجات اللي كانت تعجبني قوي كان في منطقة كده اشتغل عليها لولا دي سيلفا في بداية توليه الحكم يعني والبيوت كانت بيوت عاملة زي العشوائيات عندنا كده فطور المكان وغيره والبيوت اتلونت وبقت شكلها مبهج جدا يعني يا سر النظرين اولا عدت سنين سبحان الله يعني بكلمك بجد وجينا لما كنا في دمياط لو حضراتكم تتذكروا في راس البر وروحنا كنا بنعمل هناك لقاءات وتقارير حول مدينة الاثاث في محافظة دمياط فاحنا كنا نازلين في قتل يعني نمنا في ربع ساعة صحيح بس يعني كنا نازلين في قتل على اللسان فيبقى انت شايف نهر النيل المصب بتاع فرع دمياط وهو دخل على البحر المتوسط هناك بقى بتشوف ايه عزبة البرج قرية الصيادين الشهيرة اول اشهر في دمياط ابص على عزبة البرج من امي دمياطية فانخلاني دميطا يعني دي مش عزبة البرج بتاعتنا بتاعت زمان دي حاجة تانية خالص بيوت ملونة احمر وازرق وعمش عارف ايه ومتلونة بتناسق وشكلها بقى جميل خروج المراكب من نهر النيل دخولا الى البحر المتوسط شكل جميل جدا وقتها قلت زمان والله بتكلم بأمانة شديدة زمان حلمت ان انا شوف قرية كده زي اللي عملها لولا دي سيلفا عندنا اتاري اللي عندنا كتير او يكاد يكون اكتر اللي اتعمل في مصر فعلا كتير ويمكن احنا في الايام الكتير يا رب يدلنا ويدلكم العمر نستعرض معاك ايه اللي حصل من انجازات كبيرة قامت بها الدولة لاجل شعب هذه الدولة بس خلوني ارجع بيكم على النهاردة النهاردة افتتح فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاردة الصبح افتتح ايه بقى الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمؤطم يعني ايه اقولك مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ او لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة تقدر كده تعتبره انجاز بجد تاريخي ونقلة حضارية متكملة كبرى لمصر دي قفزة لمصر في ايه يا يوسف في التعامل مع الازمات مع الطوارئ طيب ازاي هيبقى عندك او اصبح عندك منظومة واحدة بتتشارك فيها كل الوزارات مش بعض الوزارات او اغلبية الوزارات او معظم الوزارات كل الوزارات كل الهيئات كل دواوين المحافظات في كل الدولة يعني عندك شبكة بتلم المعلومات من كله طيب هنا بقى يصبح عندي ايه كفاءة وجودة للتعامل مع اي ازمة طارئة لقدر الله وسرعة الاحتواء شو بقى هنا بقى ايه تحتوي الازمة او تحتوي الامر الطارئ بمنتهى السرعة طيب معييرك ايه يا يوسف المعيير العالمية الدولة الجمهورية الجديدة لا تتعامل سوى بالمعايير العالمية ما بنخترعش معايير تليق على مقاسنا العالم وصل لحد فين يلا ابدأ من حيث انتهى الاخرين ده مبدأ طيب تيجي الشبكة دي تبدأ بقى تشتغل ايه تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل انحاء الجمهورية باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح الامن والخدمات على مستوى الدولة على مستوى القطر المصري من الجنوب للشمال شرق غرب سينة للسلوم اسوان لدوميات واسكندرية ورشيد حدث ولا حرج لحضراتكو شايفينه قدامكو ده ده جوة غرفة العمليات وغرفة المش عاد بقى نسميها ايه الخوادم يعني السيرفرز الخوادم العملاقة الفائقة اللي موجودة علشان تحقق لنا ده اللي تخلق الرابط ما بين الوزرات المختلفة زي ما كنت بقول لحضرتك الوزرات كلها مش المختلفة الوزرات كلها العيقات كلها الدووين كلها بتاعت المحافظات اي حاجة متعلقة بالدولة موجودة هنا فيبقى عندك كل شيء كل المعلومات كل المعلومات كافة البيانات ومن هنا تقدر تتعامل مع كل ما هو طارق او لقدر الله ازمة هتعامل معه بس ولا هتعامل بسرعة لا هتعامل بسرعة طيب اقدر امن معلوماتي كمان بص كده الشعار نحو مستقبل رقمي دول اخواتنا وولادنا يعني واهلينا اللي بيشتغلوا هناك شبانا هم زي الفل ما شاء الله حتى بص كمان على بيئة العمل ومناخ العمل عمل ازاي ده حاجة تشجعك انك تروح الشغل يعني تبقى نفسك مفتوحة كده وانت نازل انا رايح شغلي بكل عزة وفخر وراحة وانبساط وسعادة رايح اشتغل في مكان حلو مريح عليه الايمة مبهج حتى في اختيار الوانه تيجي تقول لي ايها الالوان اقول لك بص دايما دقق في التفاصيل وركز فيها هتعرف امتى ماشي في انهي سكة حتى الالوان يجب اختيارها بعناية ايه علشان خطر تشجعني على الانتاج وتشجعني على العمل الى اخر على كل كل التوفيق لينا في هذا المنجز العظيم اللي يمكن وصفوا المزيع دلوقتي بانه خطوة او قفزة كبرى في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات في مصر انا هستأذنك نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام ازايكو عاملين ايه كله تمام طيب تعالى واحدة واحدة كده نوعا افكر انا ما يبقى في عندي طيبة واحد ويبقى عندي الشبكة الوطنية المحادة للخدمات اللي افتتحها الرئيس النهاردة افكر بقى انا معاك بصوت عالي ده معنى ايه وده معنى انه اولا انا مش دولة بتتأخر عن اللي بيحصل في العالم اطلاقا انا دولة تواكب التطور اللي بيجرى في العالم فاذا كان العالم يستخدم الاتصالات بتاعة الاقمار الصناعية لاجل توفير بنية تكنولوجية وتصنيع تكنولوجي في بلاده فانا زي زيه مش اقل ومش ابعد ومش هتأخر خلي بالك احنا اتأخرنا لسنين طويلة جدا 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 حلو طيب دلوقتي بقى انا بنعمل ايه بقى احنا واخدين القرار ان احنا نبقى في نفس القطر اللي بيجري بدول العالم المتقدم وما نبقاش موجودين في السبانسة في اخر عربية طبعا احنا زمان ما كناش في السبانسة اصلا يعني احنا كنا متشعبطين بحبل وبنتسحل ورا القطر بس سحل ليس الا عمليا انت بقيت في القطر طيب بتعمل ايه؟ عاوز تبقى درجة اولى ممتازة انت قاعد في احلى كرسي جنب الشباك حاجة كده عظم على عظم كرسي جنب طبيعي تكيفك شاشتك يو اس بي بتشغل الموبايل والتابلت واللابتاب وميت فول دي كده الصورة اللي تقدر تتخيلها عن اللي انا عايز اقوله لك يعني ايه؟ يعني مصر ما بقتش مستعدة تحت اي ظرف من الظروف انها تبقى في اخر القائمة ولا في ذيلة اي قائمة على الاطلاق بل بالعكس مصر بتبزل كل جهد ممكن علشان تبقى من المجموعة الاولى طيب فيجي طيبة واحد تيجي الشبكة ابدأ انا افكر هستغل ده ازاي اه ده انا كده هوفر بنية تكنولوجية لاجل ان يستخدمها المواطن بس هنا برضو خد بالك نظم المواطن انا مش هقولك انه استخدمها الاستخدام الامثل يعني هو هيبقى طول الوقت في استخدامات متعلقة ممكن حاجات هزار مش عارف ايه كلام من ده تسالي الاخ الاخ لكن المسألة ابعد من ذلك احنا عندنا في مصر حقيقي علم مصريين هنا زائد علم مصريين برة يملو وش الارض يملو وش الارض دول بقى عندهم الفرصة الزهبية انه ابحاثهم وافكرهم ومشروعاتهم تبدأ تتطور بأعلى مستوى وبمنتهى السرعة ده واحد اتنين ده معناه انه احنا هنبدأ نخش في مرحلة هي مش مسألة انك انت هتركب قطر الصناعة انت هتبدأ تخش في مرحلة التصنيع التكنولوجي يعني هتبدأ تخش في مراحل التصنيع المتعلقة بالرقائق الذكية اللي هي المايكرو تشيبس اللي بتتحط فيه الكمبيوترز هتبدأ تخش في المرحلة بتاعت انه واحدة واحدة هتلاقي عندك شركات اعملها شبان واعدين ازكية مخهم منور علشان يعملوا بيزنس جديد زي بيزنس الجيمينج ده بيزنس الجيمينج مش الهدف منه اللعبة الهدف منه المكسب فانت بتطور بروجرامز وبتطور حاجات انا مافهمش فيها بصراحة علشان خطر في الاخر خالص يبقى فيه عندك فيه شركة من الشركات بتاعت الجيمز على مستوى العالم حقق اكتر من 4 مليار دولار فهيطلع لك شبان يعملوا زي ده واحسن خد بالك هيطلع لك شبان يعملوا زي ده واحسن زي الشركة دي واحسن اللي انا بقولهولك مش مجرد خيال لانه فعلا فعلا مش هزار لما تيجي تشوف العلمة والباحثين المصريين عاملين ازاي تتخض والعدد يعني انا بصرف النظر عن ذكر الاسماء كنت قاعد عمال بتفرج على برنامج بص كنت بتفرج على برنامج بتاع الزميل والصديق احمد فهيط حلو فكان جايب عالم لا يشق له غبار لسه من كم يوم والله وبعدين ايه ده ايه العلم ده وايه التواضع ده وايه التفوق ده فالرجل يقول لك ايه يقول لك ده فيه في مصر جوه في مصر زي كتير بل واحسن وهو اللي قال استخدم المصطلح ده قال عندنا في مصر عقول تملى الكرة الارضية كلها وتزيد فانا النهاردة الدولة بتوفر لك البنية دي طيب خلونا نخب معنا على التليفون كاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم الاساس رئيس تحرير اليوم السابع اهلا 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 استاذ اكرم استاذ اكرم استمعني كلي ما لك استمعني حلو كده استاذ اكرم احنا بنتكلم على طيبة واحد بنتكلم على الشبكة القومية اللي افتتحها الرئيس النهاردة وانا يمكن اول سؤال هيجي على بالي انا كمواطن او احنا كمواطنين هنقدر ازاي نستفيد من حاجة زي كده هتفرق معنا في الايه هتفرق معنا في حاجات كتير الحقيقة لانه احنا طول الوقت كانت المساء لما بيحصل حدثة او يحصل مشكلة او يحصل امطر سيول اي حاجة كان دايما بنعاني من فكرة ادارة الازمة ان كل مؤسسة او كل اتجاه بيشتغل لوحده النهاردة الشبكة دي بتتيح انه لو في حادث او في مشكلة او في ازمة كل الاطراف بتبقى شايفة بعضها وشايفة الموضوع والمكان اذا حصل حدثة مثلا او حريق او اي حاجة البلاك لنمرة واحدة النمرة دي بيبقى تتحرك المطافة تتحرك الداخلية تتحرك الاسعاف تتحرك الحماية المدنية لو فيه غاز او كهربا كمان الاطراف دي بتتحرك النقل بيتحرك ده كمان يعني فكرة انه الناس احنا انتظرنا 3 ساعات او ساعتين بقى حينتهي مع هذه المنظومة امر الثاني لو خيارة الاسعاف خادث مصاب الناس اللي في الاسعاف بيكشفوا عليه وبالصوت والصورة ليلوه لأقرب مستشفى المستشفى بتكون مستعدة لاستقبال بمعناها ان انا بوفر الوقت والجهد وبقدم خدمة سريعة بكفاءة وبالتالي احنا عارتين قد ايه لأسباب التأخير ده فيه ارواح كتيرة بتروح فيه اصابات فيه عجز كل فيه غيره الامر الثاني احنا لو احنا لاحظنا انه دايما على مدى العقود اللي فاتت كتفكرة ادارة الازمة ان كل حد بيتحرك لوحده لا كده الجهد مركز في حتة واحدة الامر الثاني لو فيه امطار او سيول او فيه حد بيتحرك حتى لو فيه ازمة مثلا فيه غذاء او مخزون بنقنه من المحافظة المحافظة بتحرك فيه في التأمين الصحي زي ما قال وزير الصحة اقدر ابعارف المستشفيات لو واحد عايز حضانة او عايز حروب ابقى عارف المستشفى بتاع الحروب او المكان اللي فيه حضانة فاضية فكرة قاعدة المعلومات دي جزء مهم جدا من ادارة الازمات ومنها الحياة الطبيعية يعني من حق المواطن المصري انه هو يحس انه بياخد نفس الخدمة اللي بيشوفها في الدول المتقدمة ودول بر هذه المنظومة توفر هذه الخدمة ويمكن الرئيس اكد على فكرة انه هذه المنظومة معمولة كمان لخدمة التنمية لخدمة رجال اعمال يقدروا يحضروا ياخدوا استشارات يقدروا يعرفوا كمان مسائل زي فرص الاستثمار فرص التنمية المخزونات زي ما احنا قلنا فكرة المشروعات فكرة القاعدة والرقمانة والمعلومات دي بتتيح لنا اننا نعرف وطالما انت بتعرف تقدر تحسب وطالما انت بتعرف وتحسب تقدر تعمل اي مشروع او تدير شغلك او تعمله بطريقة او بو يعني انا عن طريق ده استاذ اكرم هيبقى عندي مثلا لو افترضنا ان انا استاذ اكرم القصاص احنا مستثمرين يسمع من بقية ربنا يا رب احنا نجوز فنتحول الى مستثمرين ورجال اعمال وعايزين نعمل مشروع ما فيبقى فيه عندنا دلوقتي خريطة دقيقة لاي شيء متعلق بالتنمية في عموم البلاد المنطقة دي فيها تعدين ابقى انا عارف وحجمه قد ايه والفرص بتاعته قد ايه يعني لما اجي ابني دراست الجدوى بتاعتي اصبح فيه عندي معلومات غاية في الدقة اقدر ابني عليها دراستي اللي عايز اقوم بها الاستثمار بتاعي بالزبط وكمان الحقيقة يعني هزا الشبكة بتطيع اتصال حكومي يعني بمعنى انها شبكة مؤمنة جدا ليه مايبقاش فيه الاتصالات صحية متصلة بالشبكات المختلفة لكن في المخابط والجودة والاداء انه يبقى موجود في محافظة الغربية وبيتابع حاجة بتحصل في اللقصر او يبقى موجود في محافظة الغربية واللي في القاهرة شايفه ويقدر يوجهه او يتلقى منه او يرسله فكرة نقل المعلومات بسرعة استخراج الاوراق بسرعة اتخاذ القرارات بسرعة احنا بنقول استثمار جهة واحدة وشبكة واحد هو لو الاتصال الحكومي موجود وشبكة حقيقية موجودة اقدر ان انا اعمل كل الموافقات دي باتصالات مباشرة خاصة انه الرئيس اكد في العاصمة الادارية على فكرة الارشيف والرقمنة واندي قاعدة معلومات مؤمنة وحقيقية تحمل كل معلومات مصر لو اقدم اغاثة لو اقدم فكرة لو اقدم استخراج ورق او زي ما بنقول استثمارات او دا من صحة او مستشفيات او مرض كل دا يقدر يبقى متاح بشكل جيد على ما اعتقد واظن انه دا هو الطريق الوحيد لانه احنا نقفز لفكرة المستقبل وانه الامر الصناعي دا اللي المصر عاملينه بيتديروه كفاءات مصرية الحقيقة والمنظومة دي كلها بالمناسبة فيها شباب يفرح زي الفل زي ما انت كنت بتشور من شوية متعلمين كويس متكلموا كويس فاهمين شغلهم بيتواصلوا وانه هم درسين عاملين دراسات في اللي هما بيتكلموا فيه بيقدروا عبارو كويس كمان اقدر انا اديري بفيه غرفة مركزية في القارة زي ما بيقولوا الدولة كلها شايفة بعضيها دا دا ميزة مهمة جدا تفرد الرقابة تتابع زي ما بنقول الانبيب الغاز او البترول او الصولار بنحميها ازاي فيه حساسات فيه كاميرات لو فيه حدثة او راجل اجنبي دا معمولة باللغات المختلفة لو حد بيتصل برقم واحد تقدر كل الاجهزة تتحرك له بسرعة يعني الحقيقة انه طول عمرنا بنقول ايه المصريين يستحقوا انهم ياخدوا خدمات حديثة وانهم ما يستحقوا نوع من المخدمات الجيدة والمنافسة وغيره اعتقد انه دا جزء مهمة اول من الخدمات ودي شبكة مؤمنة جدا وقوية جدا وكانت ممكن تبقى يعني تبقى مش موجودة لكن الفكرة ان حاجات دي تتوفر دا كله بيخدم الاستثمار التنمية الغازة الغازمات ادارة الغازمات كل دي نقطة مهمة يعني المواطن بشكل مباشر الدولة بشكل عام المستثمر بشكل خاص الاخير طيب لو احنا اخدنا عنوان كده افاق جديدة هل تحت هذا العنوان اتصور انه هذه الشبكة وهذا القمر يقدروا يفتحوا لي افق جديد للاستثمار التكنولوجي في مصر الصناعات المبنية على التكنولوجيا في مصر ابدأ امتلك التكنولوجيا امتلك النوهاو زي ما بيتقال طبعا يعني اعتقد يعني ده ان اتذكر المؤتمر الاقتصادي اللي اسبوع اللي فات في التوصيات بتاعته فكرة اقامة مدينة التكنولوجيا في المنطقة الاقتصادية في القناة واظن ان مصر النهاردة في اكتر من مشروع لانتاج الموبايلات في مصر والحقيقة الفكرة هنا الاستثمارات ما بتتركزش في القارة في باني سويب في شمال الصعيد وانه الاستثمارات ده تتوزع في الصعيد والدلتا والاقليم ده بحد ذاته تأكيد للفكرة دايما الرئيس عبد فتاح السيسي كان يطراحها انه الاستثمار مش في مكان واحد وانه من حق انه كل اقليم في مصر يحصل على هذه الفرص من الاستثمارات وشوفنا اسبوع الصعيد ازاي الربط بين شرق النيل وغربه والفرص الاستثمارية مش في الضرورة ان احنا نعمل صناعات طبعا فيه صناعات غير ملوسة فيه صناعات بتبقى مرتبطة بالبيئة بالمنتجات الزراعية بغيره لكن كمان فكرة التصنيع وانه يبقى عندنا توطين للتكنولوجيا لصناعة سيارات لغيره اعتقد انه وجود المنظومات دي كلها وان الدول والناس تبقى شايفة بعضيها والمستثمرين فكرة معرض الصناعة وتشجيع الصناعة اعتقد ان ده المهم جدا لانه لو مستثمر جاي يقدر يعرف انه فيه فرص استثمرية متعددة سواء اموال عبية اموال خرجية اموال محلية واظن الرئيس ده على القطاع الخاص اكتر من مرة انه يدخل حتى في المشروعات اللي موجودة بشراكة وفيها بعضها زي رمال السوداء فيه عوائد منتاجة فهذا احنا بنتكلم على هذه الشبكة او المنظومة اولا ادارة الازمات دي جزء مهم جدا كان ناقص في مصر على مدى سنواته الرئيسة بتفتاح السيسي الحقيقة بدأ ادارة الازمات يعني انا يبقى عندي مخزون وعارف المخزون قد ايه انت ما تقدرش تدير شيء لا تعرف حسابه يبقى عارف فانا فرص قد ايه فانا عارف الخريطة قد ايه فانا عارف ادارة ازمة زي ازمة حرب روسيا واوكرانيا المخزون اللي كانوا بيتكلموا فيه مبارح وعيسا بيذكد عليه لو عاوز افرض رقابة كمان ده او الشوارع فكرة الكاميرات في الشوارع والمراقبة والمخالفات وغير اولا بتقلل العنصر البشري بتزود الكفاءة بتقلل الضغط على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى الحكومة وبتقلل البيروقراطية وبتقلل الفساد يعني خلينا نتكلم انه دي كل ما يقيل العنصر البشري كل ما تزيد كفاءة الاداء الحكومي خاصة مع توظيف التكنولوجيا اللي مفترض انها تبقى موجودة فتوطين صناعات زي الموبايل او الجهزة الكعبائية او السيارات اعتقد بتبقى مفيدة جدا بالنسبة الاقتصاد وللفرص المتاحة صحيح انا بشكرك جدا 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 أستاذ أكرم القصاص كاتب الصحفي الكبير ورئيس تحرير اليوم السابع شوف انا بسا عايز اقول لك حاجة يعني معرفش حضرتك واخد بالك منها ولا لأ احنا عمليا تقول يا رب ان شاء الله ماركتين موبايلات يتصنعوا في مصر الصنع في مصر بأيد النصرية منهم واحدة تعتبر المنافس الأكبر للشركة الأكبر يعني ما نش هقدر أقولك ما هو فيه موبايلين زكيين هما اللي بيتنافسوا على الصدارة واحد منهم هتصنع في مصر طيب شركة تانية بأ احنا انا اللي قلتها دي كوري حلو الصيني بأ الصيني بأ اللي هو بتاع ليه تشتري كاميرا لما ممكن تبقى الكاميرا في الموبايل اه سهل المصرية وبس لأ وكمان انت جوه تكنولوجيا التصنيع انت مش فتح المصارع دي بتجمع انت جوه عملية تكنولوجيا التصنيع ده معناه يبقى معلش قبل الفصل في جوة تانية اربع جمل والله مش هطول معناه انه خليني انا وانت احنا الاتنين ابهات وولادنا ايو انت وهو عارفكو ما تتشغلش قوي بقصة انا عايز اخش طب انا عايز اخش هندس انا عايز اخش طب انا عايز اخش هندس احنا في جيلنا كان اي حد يتسقط له عايز اطلع يقولك دكتور زابط مهندس يعني احنا عايزين التلات حاجات الجمدين جدا طيب زابط ده قصة لكن مهندس ودكتور مش هم اخر طموحك في انك تبقى في عندك وظيفة مدنية علشان العالم مش بقولك النظاب المهندس اقل ولا الدكتور قال العالم بقى في عنده مجالات تانية اكثر اتساعا وهي مش هقولك اكثر اهمية لا بس ده مستقبل تاني الناس اللي بتشتغل في الابتكار وفي التكنولوجيا وفي التصنيع التكنولوجي وتصنيع التكنولوجيات الطبيقية يا رجل ده بقى بيعملوا عمليات في الرجبة بالهولوجرام يعني حدوتة غريبة جدا جدا الله انا مكنتش اتخيل ده ده معناها بالنسبة لي فيلم خيال علمي والله بتكلم بجد كان فيه فيلم كده بتاع توم كروز كل حاجة هولوجرام وبتاع ده كان خيال علمي دلوقتي اصبح واقع وحقيقة فانا وانت اولياء الامور الابهات الغلابة دول اللي بنقعد نشتغل عشان نصرف عن عالف الجامعة نستثمر في تعليم عيالنا بقى صح ما نعودش نغزي العيال بالكلام اللي احنا اتغزينا بيه من اهلنا الافاضل بتاع يا طب يا هندسة انت جايب مجموعة نفعش يا جماعة جايب مجموعة مهين فايخش حاجات تانية حاجات مطلوبة في مصر في المنطقة العربية في اوروبا في امريكا في الصين في كوريا في اليابان مطلوبين في تخصصات كتير عشان كده في عندي بقى مثلا حاجة زي الجامعات الاهلية عشان كده عندي تخصصات جديدة بقى ده تظهر في الجامعات الحكومية بتاعتنا وهكذا وسع الافاق وسع المدارك البنية بقت جاهزة لمين للشبان اللي هم يمثلوا حاضرنا ده من وجهة نظري مش احنا الحاضر ولادنا هم الحاضر الحقيقي والاطفال اللي قد كده دول لسه العل اللي بتحبي دي هم دول مستقبل هذا البلد اهلهم صح فاصل ونكمل الكلام استاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية معانا على التليفون ازاي حضرتك يا فاند ازاي الحياة الكله تمام الحمد لله تمام الرز هيبقى بكام يا فاند انا الاول ساعد ببناخلة معا البرنامج بازة بامل وطبق امينة وابتسامة واتنعنلم هو قادر بيزد الله يا رب يا فاند مدحنا اللي متشرفين واسعدة بسبب صوت حضرتك معنا والله ربنا يخلى حياتك يا فاند هيبقى الرز هيبقى بعشرة جنيه ونص ده مش هيبقى هو بالفعل بعشرة جنيه ونص مشارة تسعة الله بالفعل هو بعشرة جنيه ونص يا فاند طيب يعني انا لو رحت اي مجمع من مجمعات النيل الا اي رز معالي البرنامج باشا فيه خمسين الف وطبع تم اضخهم على مدارك شهرين نهاية شهر تسعة ونهاية شهر عشرة كميات متوفرة في كافة المدارب وكافة المجمعات من الجيزة الاسكندرية سلكة النيل شهر النيل لكل مهضف فيها بدء من الجيزة والقاهرة سلكة كده وعش سلكة شقيقة بتغزي الاسكندرية سلكة المصرية والعامة بتكافي جميع مناطق من أسوار حتى السكندرية حين كميات وفيرة ويعني انا ليه حصب في المدارب لما يتم الترامح حتى الان ليه عندي مخازني عندي عشر مخازن في القاهرة بيكافة الجيزة ويكافة في القاهرة فيهم باستراتيز بيكافة ثلاث تشهر والباقي في المدارب التابعة للسلكة القادمة سعبها ذا ايه يعني انا عندي رز في مخازني كافي وفائض ولسه في عندي كمان طلبيات بتاعتي في المدارب ما استلمتهاش ليه حصب بس فلامها اول بول يعني انا عندي زجوال كل مجمع يا فندم لا يقل فيه من تيات الخمسة طن طيب لو وقف في المعدة الزع 12 البكرة طبعا كل شيء كلنا على قدر الوصولات مفيش مواطر يخش المجمع وما يلاقيش 31 سرعة موجودين في المجمع من اول السكر وتنتهي طيب ان اتى زايد او عبيد وذهب الى مكان ما غير المجمعات بقى فيسأل عن الرز قالوا له لا والله الشركة سحباه ياخد بعض ويروح على النيل المجمعات الاستهلاكية يشتر الرز من هناك على كل المجمعات التابعة على الشركة القدر في الساعة الغزائية هيلاقي بعشرة رز سكنات متوفرة وعندنا رز مصري ما بيتعداش الخمشتر جين حتى حصة تمويني بعشرة ونص رز طيب الجودة استاذ محمد اعوال اصدقني يا فندم يا يوسف بي انا باخد منها الدي كلنا باخد منها حاجة على اعلى بستوى يعني زيها زي الشركات اياها القطاع الخاص والكلام ده اه الحاجة لدولة عندنا لدولة عندنا مش مخليها لنجيب بالقطاع خاص وهو ده اللي عمل التوازن بقتل ما فيه دولة وفيش القطاع ده لازم لازم يكون في حد الأطعار بدأ من السكر والذيت والرز والدي والمكارونة وفيه 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 نظم يكون صيد وفيه اوقات معينة كده وعملوا بلبلة يعني انا عندي ازيت برضو لو سمحت لي اتكلم او يعني ازيت عندنا بكميات وفير وفيش هريكات منتجة وفيها انتاج وانا عندي رسيلي يكفيني ست وشف في الزين عندي الرز بعشرة ورص عندي الدي بحضاشر جنيه وبرضو عندي يعني الحمد بالله فيه تعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية موسطة في شكل طير لتوفير المكارون لمنظومة طميم بربعة بخل انا بخلط ورق والدي يكفل من أسوان بحضاشر جنيه على اعلى مستوه اللهم صالح على كامل نور وكل من لون يصنع تخيرا نحن نحط عدة مربة باربعتاشر جنيه وزن كام مية واربعين جرام نعم معليش استحمل غلاستي وزن كام مربة لا ده مش ده هو سؤال عشان خطر تضمن اخوتك واهل واهل ايو تلتمية وخمتين جرام باربعتاشر جنيه التين والفراورة باربعتاشر جنيه عندي تونة فتاتة مية واربعين جنان بي اتناشر جنيه عمنا دي بقى حرب للأطعال الخليجة غاية جنزة الحاجة بره مش هكاية دي ما تلاقي زمال دي يعمل توازن في السوق الدخيلة عن السوق الخليجة والله ده أنا لسه شريم ربا لو كنت عرف كنت رحت النيل المجمعات الاستهلاكية يا باشا شرف رينا الله أجل سيبها الأهلين هم أنا شرف لي أوجد عتا ساعة مساء لا يا فندم إحنا لنتشرف يا محمد وصدقنا عندنا تعليمات إن ما يقال هو الصدق يعني ما قدرش أقولي لا إيه الصدق عندك إبعت الكاميرا الصدق حيث أي مجمع واحد 11 بقى عندنا طوارق لغاية لغاية ما المواطن ياخد تنويه لا أنا هقول سيادة حاجة ليس تشكيكا خالص بل بالعكس إحنا هنعمل كده بقى هنعمل إيه إحنا هنبعت زملائنا يصوروا يا أهلا وسهلا بيك من أكثر من الجهيزة زاية القاهرة يعني أول السلام زاية القاهرة وورده سيادة المجمعات شبكة شقيقة وتابع للشركة القبس هارضة زائية كلنا كل الحصة واحد بس الحضرات قل لهم قل لهم بس إيه بتوع القناة الأولى وبرنامج التسعة هيجوا يصوروا فما وهيبقى معهم الكرنيهات والتصريح وميت فني ما تديش معاهل عشان أنا المكة يعني المجمعات مفتوحة في أي وقت والأرصدة موجودة فأنا ما بعملش حاجة عشان التصوير هبقى فيه مباشر في أي وقت متحت أمرك ميت فل الأمر الله سبحانه وتعالى ألف ألف شكر حضرتك أستاذ محمد كل الشكر أستاذ محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية عزيز المواطن حط ببطنك بطيخة صيفي في إيه في كل ما هو متعلق بأمنك الغذائي تاني هتيجي تقول لي بس الأسعار زيدة أقول لك آه بس كله موجود ده واحد اتنين رز فاخر من الآخر موجود بخمستاشر جنيه رز التموين موجود بعشرة ونص على رأيه محمد فيه تونة فيه مربة فيه مش عارف يعني اللي حضرتك عايزه خب بعضك اللي هيجي يقول لي أنا والله لا أتحمل أسعار السوبر ماركت والسلاسل أنا مش عارف إيه أنا آسف أقول له بعد إذنك اطلع للمجمعات اطلع على وطنية اطلع على أمان أي إيه خد بعضك وروح لو ملقتش الحاجة يا عم يبقى لك الكلام ولو ملقتهاش أقل من السعر اللي بره بخمسة وعشرين وبتلاتين في المية برضو يبقى لك الكلام ليش حد الناس يقعد يزقزق لك في الماغك ده أنت سيد الناس وسيد الكل طيب خلونا نروح إلى خبرنا التالي طلاب كلية العلوم بجمعة بني سويف عملوا إيه بقى عملوا اختبار يبتكروا بطريقتهم هم وبعقولهم وبالعلم اللي وصلوله بأمر ربنا يعني البصمة الكربونية لمعرفة مدى تأثير الأفراد على البيئة ده كلام كبير جدا علي خلوني أخب معايا على التليفون دكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم بجمعة داني سويف أهلا بك يا دكتور أهلا بحضرتك أستاذ يوسف ومسائل خير على حضرتك وعلى السادة مشايدة دكتور حمادة وانا كنت علمي صحيح بس أنا بكل ريوس اقتصاد فالكلام ده كبير علي أهلا دكتور قدر الإمكان وأنا أعلم جيدا أن العلماء لا يحبون التبسيط لأن العلم في حد ذاته كبير وممتلئ بالأمور بس بسطها علي أنا والمواطنين يعني إيه البصمة الكربونية لمعرفة مدى تأثير الأفراد على البيئة بشكر حضرتك على تسليط الضوء وبأكد لك العلم بسيط بطبعه ومدون العلماء الحقيقيين أنه هو تبسيط الأمور علشان إخواتنا وعلشان المجتمع اللي احنا عايشين فيه لأن لو نعزلزع المجتمع الدور هيبقى بعيث جدا الفكرة ببساطة أن احنا في كلية العلوم وجامعة بنسويف عندنا رؤية دايما لرفع المستوى العلمي والبحثي بداية من مرحلة البكالوريوس والتعاليم في مرحلة جامعية مش بس تنى لما الخريج يتخرج وبعدين يدخل المجال البحثي من خلال ماجستير أو دكتوراه احنا بنخلق جيل واعي عنده رؤية عنده قدرة على تصدي لمشكلات ومواجهة مشكلات تتصدى لها الدولة ويتتصدى لها العالم من خلال تكوين عقلية قادرة على التفكير العلمي بشكل جيد عندنا فرق بحثية بيتم رعايتها من مرحلة البكالوريوس من أول يوم من دخولهم الكلية نعمل أسبوع تعريفي بنعرفهم بالمجالات المختلفة وبنبدأ الطلاب اللي عندهم اكتبأ بالمجالات البحثية بنشتغل على منهج التفكير العلمي بنشتغل على طرق الكتابة بنشتغل على طرق التواصل وطرق العرض وكذا بينتج عندهم من خلال التوجيه ومن خلال رعاية الكلية ورعاية الجامعة ورعاية الدولة من خلال مراكز الابتكار ودعم الشباب الباحثين بيبدأ يحصل توجه لبعض الطلاب لبعض المجالات حسب التخصصات المختلفة فإحنا عندنا فيه فريق اللي هما بنسميهم جرين ايكو تيم هما بنسميهم نفسهم على فكرة كده يعني هما حابين يدوا الاسم ده المفسهم بيبدأ يشتغلوا على بعض الأفكار اللي هي بتدعم البيئة بمجالات مختلفة بتيجي توجه الدولة وتصدي المشكلة عالمية زي تغير الملاخ ورعاية مصر للكوب 27 واستضافاتها الحدث عالمي زي ده ودي قيمة الوحدها لأنه بيبدأ يحرك الأفكار وبيحرك التوجهات داخل القطعات المختلفة تمشيا مع رؤية الدولة ابتدى الحاس اللي هي خاصة بمجال البيئة بشكل أو بآخر على كل المستويات فولدنا الطلاب من خلال متابعتهم ومن خلال وجود كلية العلوم جمعت بمسويف كشريك أكاديمي في عدد من المؤتمرات ونظمنا مؤتمر لتغير الملاخ بالتعاون مع جامعة بحثية كبرى زي جامعة النيل ودخلنا كشريك أكاديمي في أكثر من فعالية ولما بنقول شريك أكاديمي يعني طلابنا بباحثينا بأساد ذاتنا احنا بنشتغل كمنظومة متكاملة والطلاب في عين وقلب وعقن هذه المنظومة لأن ده الهدف الأسمة إن أنا أغير وإن أنا طور وإن أنا طالع جيل بيفكر بطريقة مختلفة وبيشتغل بمنهج علمي لتعامل مع المتغيرات اللي بيتعامل معها نتيجة مشاركة الولاد في أكتر من فعالية ونتيجة الرعاية البحثية لهم فالولاد بدأوا فكروا في حملة أنا بحبت جدا فكرة إن هم اللي بيفكروا وإحنا بنرعى إن احنا بنوجه ونرشد وهم اللي يختاروا ويقرروا بحيث إن أنا أصمح حالة انتباء للفكرة من خلال الطالب طبعا طبعا حضرت طبعا تفهم ده كويس ويعني المحرك ذاتي لكن أنا مهم إن أنا أعمله ومهم إن أنا أوريله مراهج ويحطه في الإسلوب العلمي المظبوط وبعدين يبدأ يشتغل في قضايا هو مؤمن بيها ولما طلاق الهوى من قضايا المؤمن بيها هي قضايا الدولة يبقى هنا الانتباء والفكرة جاي بدوافع ذاتية صحيح إن هو الاختار اللي تصدى المشكلة الدولة بتتصدى وبيحس بقيمة الفكرة بتاعته لما بيلاقي إن الفكرته دي متمشية مع التصدي لمشروع الدولة بترعاه وفكرة بتهم العالم ومشكلة البيئة والمناخ هي مشكلة كبرى وعشان كده دي قيمة مصر تتصدى لمثل هذه المشاكل الكبرى ده مشكلة كبرى لأنها بتهم خطاع كبير بتهم العالم كبرى لأنها متدخلة فيها بعد علمي فيها بعد اجتماعي فيها بعد سياسي فيها بعد اقتصادي المجالات والمناخ متدخلة جدا فالولاد نتيجة مشاركتهم معنا ونتيجة حالة الوعي وحالة الحراك العلمي والبحث والبيئة اللي الجامعة عامناه بدورها في نشر الفكرة وتوجهات إدارة الجامعة ومعلي رئيس الجامعة دكتور مصور حسن والمدور المتكامل اللي الكليات بتسع عليه الولاد جات لهم فكرة من خلال المعلومات اللي وصلوا لها أن احنا عايزين نعمل حملة الحملة دي متواجبة مع مؤتمر تغير المناخ كوب 27 شرم الشيخ وأن الولاد يبدأوا يعملوا واحد زي استمارة إلكترونية هم ابتكرواها ابتكروا مجموعة أسئلة مجموعة الأسئلة دي من خلال الإجابة عليها بتبدأ تاخد سكور معين كل سؤال سئلة لها علاقة بالسلوكيات اليومية بتروح الكلية بتاعتك إزاي بتمشي ولا بتركب بسكنت ولا بتركب بعربية خاصة ولا مواصلة عامة وحسب السؤال بتاخد درجة معينة استهلاكك بتدفع التلفزيون يعني من خلال النشاط الإنساني بقدر أعرف اليومي بقدر أعرف حجم التأثير بتاعه في قدر الإنبعاث الكربوني ويأثر قد إيه على البيئة صحي كده؟ ده طالع أن أنا لما دخلت سنوية عامة علمي طلعت يعني استفدت شيء ما دكتور حمادة أنا عايز أستأذنك في حاجة عايز أستأذنك في أن أنا زملائي يعني أنا بطلب منهم على الهوى هو أنا عايزهم يجوا لحضرتك الكلية بالتحديد حضرتك والمشرفين على هذا المشروع والطلبة وعايزين نصور تقرير أنا عايز بعمل كده ليه؟ عايز أشجع الطلاب دول وعايز أشجع اللي هيتفرجوا عليهم من طلبة كليات العلوم المختلفة في عموم الجمهورية أنه البحث مقدر ومهم وأن الباحث نجم يعني مش بس الفنان الكبير والمطرب الكبير والممثل العظيم الباحث والعالم نجم وأنه في يوم من الأيام هيبقوا زي دكتور زويل الله يرحمه يا رب وأنا من المؤمنين بأنه كلية العلوم دي هي أم الكليات يعني فأنا عايزين أقول أشكرك يا دكتور حمادة نورتنا أولا بهذا الاتصال وإن شاء الله زميلي يعني يصوروا التقرير ده مع حضراتكم كل الشكر دكتور حمادة محمد محمود عمية كلية العلوم بجامعة بني سوف الباحث والعالم نجم النجوم أنا بكلمك بأمانة بص قبل أن أطلع الفاصل عايز رز روح على المجمعات روح على الوطنية روح على أمان مبادرة كلنا واحد لسه شغالة حط في بطنك بطيخة صيف ما تقلقش زي ما المصريين في الخارج برضو ومش ألقانين الله مصريين في الخارج إيه علاقة الموضوع أقول لك أنا عايزك بعض الفاصل تتابع معانا بعقل واعي جدا وبدقة ملاحظة في كل حرف بيتقال في هذا اللقاء لقاء مع معالي السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج هيخلص اللقاء وهتخلص الحلقة بس الكلام ما انتهاش لأنه لو كلنا العمر إن شاء الله هنكون موجودين مع بعض بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى وبرنامجكم التاسعة تابعونا معالي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين سيادة السفيرة سوها جندي أهلا بك أهلا بك أهلا بك يمكن هبدأ ببداية كده تبدو أحيانا غير تقليدية وهي أنا عندي كم أصدقاء من المهاجرين غير طبيعي وأصدقاء الأصدقاء المهاجرين دول موجودين في أمريكا الشمالية موجودين في أوروبا وستوراليا ويمكن ليه واحد صاحبه بس هو اللي هاجر ورجع تاني أنا مش عارف عملها إزاي طبعا ده بخلاف أن كلنا لنا أصدقاء بيعملوا في مناطق كتير جدا من العالم ويبقى أبرزها الخليج أنا من الناس الكبرت على أنه دايما المصريين برة عندهم مطالبات كتير جدا عندهم أسئلة كتير جدا لا أسئلتهم كانوا يجدوا لها إجابة زمان ولا مطالباتهم كانت بتجد أذن صاغية مش بس مستمع فيمكن هبدأ مع حضرتك الأول وصلتي إلى طلبات المصريين بالخارج وإيه هي الطلبات دي أولا سعيدة بوجود حضرتك معانا في وزارة الهجرة أنا أسعد أهلا بيكو أهلا بيكو أهلا بيكو قناة الأولى ليه الشرف بيتيقلي كده يعني أنا عندي اعتقاد شخصي بأن أنا يعني مش هقدر أقول أن أنا غطيت المصريين 100% ولا غطيت طلباتهم 100% إنما أنا وصلة لنسبة كبيرة من المصريين من خلال عدد من الوسائط بالرغم أن أنا يعني مجرد شهرين دلوقتي تقريبا في المكان أنا موجودة على كافة أشكال الوسائل الوسائط الاجتماعية مع المصريين في الخارج إحنا موجودين قراتي على كل الواتساب جوبس اللي عاملها الجاليات إحنا موجودين على الفيسبوك على الانستجرام على كل الأشكال بتاعة الوسائط الاجتماعية ده من ناحية ومن الناحية الثانية أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أغطي تواجدي مع المصريين بدل ما أنا بشوفهم فعليا إن أنا أشوفهم افتراضيا لو كانت الكوفيد ناينتين لي ميزة واحدة عملها في حياته فهو الشكل الافتراضي اللي هو للاجتماعات اللي خلق كل فأنا بحاول إن أنا أحقق ده قبل ما أشوفهم فعليا لأن طبعا كل وزارة الهجرة لازم يتجولوا ويعني يعني يحاولوا بقدر الإمكان إن هم يتعرفوا على المهاجرين بشكل مباشر إنما أنا حتى حينها أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا في أقرب وقت ممكن إن أنا أغطي نسبة كبيرة من الناس من خلال الاجتماعات الافتراضية الاجتماعات الافتراضية دي بتخلق لي إمكانية إن أنا أتواصل مع الناس إن أنا أعرفهم أنا إيه أنا حد جديد بالنسبة لهم وحد جديد جاي بعد وزيرة محبوبة كانت كانت قردي في الوزارة وهي صديقة عزيزة فلازم يعرفوا مين الجديدة دي وجاية تعمل إيه ونوية تخرب لنا القديم ولا نوية تبني عليه ولا نوية تعمل حاجة جديدة إيه بالضبط هي إيه من الناحية التانية أنا حب جدا إن أنا أتواصل معهم أعرف أفكارهم إيه إحنا عندنا كل أنواع الفئات من المصريين ممثلين في الخارج وممثلين في الخارج على مستوى الجلوب زي ما بيقولوا على مستوى الكرة الأرضية كلها وفيهم يعني أعلى المستويات اللي هو بيصل إلى أصدقاء رؤساء الجمهوريات وفيهم يعني أبسط المستويات اللي هم يعني بيعملوا فيه أعمال بسيطة فأنا بحاول بقدر إن كان إن أنا أوصل لكل دول أو على الأقل ممثلين من كل دول أعرف مشاكلهم أعرف تحدياتهم أعرف هم عايزين إيه أعرف هم إيه أمنياتهم بالنسبة للتواصل مع مصر حلو عايزين يستمروا في هذا التواصل ولا لا طب إذا كان التواصل ده فيه مشكلة هي إيه المشكلة بشكل عام أعرف بالزبط هم إيه بيحبوا إيه وبيكرهوا إيه وعايزين مستقبلهم في العلاقة مع مصر يبقى شكله إيه على مدى الشهرين دول بيتهيألي أن أنا تواصلت مع نسبة مش بطالة إنما مش كفاية مش كفاية نحن بنحاول بقدر الإمكان أن أنا أبقى على تواصل دائم أنا تليفوني مع الكل مع كل المصريين يعني اللي يعرفوني أو اللي يعرفوا أو اللي قاروا جرائد الصبح بعد حلف اليمين الحية تليفوناتي وتليفونات كل الحكومة كانت موجودة في الجرائد فبقيت أوتوماتيكل بشكل أوتوماتيكي بيتم يعني تحميل رقمي في كافة الجروبس اللي موجودة على كل الوسائط الاجتماعية وده على قد ما هو يعني يعني ممكن واحد يفكر أنه هو عيب أنا بشوف أنه هو ميزة رهيبة طبعا لأن أنت بأقل القليل بتقدر أنك أنت تشوف أساسا الحوارات بتعرف أفكارهم عن مصر عاملة إزاي بتعرف طبعا أنا ما بقدرش أن أنا بقى معاهم يعني إيه زي ما بيقول 24 ساعة نعم بزبط كده مش 24 ساعة إنما بين الاجتماعات بحب أن أنا بص ومش بس ببص أنا ببص وبجاوب وهما ابتدوا بما أن هما قريدي هما اللي بعين لي أنا مش فرضة نفسي عليهم فهما بيحبوا يكلموني وبيحبوا يسألوني وبيحبوا يعرفوني وبيحبوا يعرفوا طريقتي إيه فكتير جدا بيحاولوا أن هما يعني يوجهوا لي الرسائل ويوجهوا لي الأسئلة أنا طبعا لما بطلع من الاجتماعات بشوف الرسائل الموجهة لها من أنهي مجموعاته وبحاول بقادر الإمكان أنا أدخل واجاوب عليها التفاعل ده فيه نوع من أنواع الحميمية بتقربك من الناس طبعا أول ما جيت حاولت بقدر الإمكان إن إحنا نخلق أليات عمل فأهم أليا وأول أليا أنا اشتغلت عليها هي أليا الشكاو أول حاجة عملتها أول ما دخلت المكتب إنه أنا دعتهم وقلت لهم ان القلية دي لازم تبقى شغالة بكفاءة شديدة لان هي دي صوت المواطن يعني هي دي هو لما بيبقى عنده مشكلة ومش عارف بيعمل ايه هيتصل بينا فلما يتصل بينا انا مش عايزة التليفون يبقى مشغول انا مش عايزة التليفون يبقى ما بيردش انا مش عايزة يبقى فرق التوقيت اصلا ما حد شد علي عشان فرق التوقيت ولا عشان الاجازات فاحنا عاملين نبطشيات 24 ساعة في الهية القلية بتاعة الشكاوة وعلى طول ومقسمانهم قرط بحيث ان فلان وفلان مسكين قرط كذا فلان وفلان مسكين قرط كذا فلان وفلان مسكين قرط كذا فعلى طول بنوجه وفي الهية دي لها رئيس والرئيس ليه مشرف على هذا هو مساعد الوزير للجاليات فعلى طول بنبعت وعلى طول بنشتغل واحنا الحقيقة عندنا شغل نموذجي مع وزارة الخارجية ومع كل السفارات وكل القنصليات يمكن مسهلها ان انا كنت واحدة منهم وان هما كلهم حبايبي اخواتي فالحقيقة كلهم بيساعدوا وبيساعدوا سافرنا في قبرص انا يعني حلو ان انا ذكرنا حكاية قبرص يعني عمل شغل عظيم هو والقنصل في قبرص وحل المشكلة ورجع للشباب فلوسهم وزبط كل حاجة والولاد دول بتاعد عملوا فيديو بيرقصوا فيه وبيشكروا مصر وإحنا بقالنا ظاهر وحاجات كده والأم هنا يعني ربنا اديها الصحة بس دي جملة ذهبية لأنه أنا برضو من الجيل اللي كان ولم يحصل حاجة لأي مصري في أي حتة بر أول جملة بتتقال احنا فيش حد هيسأل فينا ومناش ظاهر ولا حد بيسأل علينا وحقوقنا بالضيعة فعمليا ده تغير على الأقل الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه لحد دلوقتي يتغير أنا طبعا ممكن ما قدرش أنا أنا محبش عمم بشكل عام فما قدرش يقول أنه هو هيبقى تغير جلوبلي أن كل الدنيا خلاص تغيرت فيها بس أقدر بمنتهى الأريحية أقول لحضرتك أن احنا سمعتنا بتنتشر بسهولة أن احنا ناس قلبنا على المواطن والمواطن حاسس أو اللي واصلي من المواطنين يعني محسسيني أن أنا واحدة منهم وأن المجموعة التيم بتاعي واحد منهم وما فيش الإحساس اللي هو بتاع زمان ده اللي هو آه ده اللي هيتعالوا علي ده مش هيسألوا فيي ده هيطنشوا ده مش هيردوا ده مش موجود في النسبة الناس اللي احنا قراردي اتعرفنا عليهم يعني ايه في الطريق كده لحد دلوقتي يعني يمكن برضو أنا 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 قادر أتفاهم جدا أنه يستحال الأمور بتتغير بالكلية على سطح الكوكب وبين عشية وضحها بس احنا دايما كاننا فيها عندنا مثلا من ضمن الأمور القرة المنسية يعني احنا كنا دائما نتعامل مع المصريين اللي موجودين في أفريقيا باعتبارهم أكيد مفيش مصريين في أفريقيا طبعا دي بخلاف ان احنا كان عندنا زمان أزمات كبيرة يعني وأنا هنا بتكلم مع وزيرة خدمة في أفريقيا كتير وكان لها مناصب مهمة في أفريقيا وضع المصريين في أفريقيا ايه؟ وهل في تواصل؟ هل في حاجة؟ في تواصل وفي أولوية يعني المصريين في أفريقيا أفريقيا بشكل عام أولوية من أولويات مش بس البرنامج الرئاسي وأولوية من أولوية الحكومة والعلاقة بأفريقيا من أولوية الحكومة طبعا إنما المصريين في أفريقيا اللي حضرتك بتقول عليهم منسيين دول هم أولوية برضو بالنسبة لي لأن هم إحنا ما اعتدناش أن إحنا نهتم يعني اهتماماتنا دايما بالجاليات الكبيرة إنما الجاليات الصغيرة دايما حظاها كده زي الطفل الصغير اللي هو أخوه كبير واخد كل الدلع منه فأنا كنت حريصة على أن أنا أثبت للجاليات في أفريقيا إنهم اهتمامهم حقيقي في القلب زي ما بيقولوا وإنهم أولوية من أولويات مبارح يعني بالصدفة معرفش أو يمكن حضرتك عرفت إن أنا كنت في زوم ميتينج أنا بعمل زي ما حضرتك أكيد عارف المبادرة دي بتاعة ساعة مع الوزيرة وهي عمرها ما بتبقى ساعة هي من أربعة لخمس ساعات حضرتك كده تشرفنا فالمبادرة دي هي عبارة عن إن إحنا بنختار جالية من الجاليات هي دي اللي يبقى عليها الدور إن إحنا نتواصل معاهم ناخد العناصر القيادية أو الناس اللي معروفين أو اللي ليهم علاقات مع بقية الجاليات طبعا لإن إحنا مش هنقدر إن إحنا يعني نلم الجالية كلها إحنا عندنا في دولة زي السعودية مثلا عندنا 2.5 مليون مواطن مستحيل صحيح فبنحاول بقدر الإمكان إن الشخصيات اللي هي المعروفة أو الشخصيات اللي هي ليها علاقات بالناس أو ليها أعمال بتخدم الجالية نفسها إن إحنا نعمل زوم ميتينج معاها وطبعا نوين إن إحنا نوسع بعد كده لما تلف العالم نرجع تاني ونوسع ونكبر وكده فأول أسبوع توليت فيه لقيت استغاثة من مجموعة من المصريين بيقولوا إن صديقهم أحمد بيموت ووزيرة الهجرة لازم تلحقينا أحمد بيموت ولازم تلحقيه أحمد جالو تايفويد في إحدى المدن النائية في موزنبيق ولما جالو تايفويد أثر على بعض معدته وبعض الأجهزة وعمل قرح فدخل تعمل له عمليات ما تعملوش بقى عملية واحدة تعمل له ستة عمليات والستة عمليات فشلوا فشلوا فشل زريع وما فيش أي نوع من أنواع التحكم فيه لا المرض ولا المشاكل ولا القرح والشاب بقى عن ستة وعشرين سنة حبيبي يعني صغير وعايش على محالين وهم فقدوا الأمل في أن هما ينجحوا في أن هما يعالجوا في هذه المستشفى الصغيرة في حتة مش معروفة وقرروا أن هما يخرجوا من العناية المركزة لأنه هو قالوا أنت هتموت في خلال عشر تيام فما فيش أي داعي أنك أنت تشغل سرير في العناية المركزة خليها الناس يعني نقدر نحنا ننقذها إنما أنت مش ما عندناش أدناء مقيمية لإنقاذك خلاص حالتك خرجت برا السكوب بتاع العلاج يعني فابتدوا زميل وربنا ربنا يكرمهم يا رب ابتدوا يستغيصوا على الإنترنت ويعملوا فيديوهات وإلحقونا وأحمد بيموت ولازم أحمد يرجع مصر فده كان في أول أسبوع وأحمد في موزنبيق فيعني من الجالية في موزنبيق الجالية في موزنبيق مش جالية كبيرة وما فيهمش ناس يعني بقى فيهم ناس كويسين طبعا بس ما فيهمش ناس كتير تقدر توصلوا فيه لأنه هو بعيد 2000 ميل عن العاصمة يعني حاجة مهولة يعني فنحاول بقى ندور كمية السيناريوهات بقى اللي عملناها علشان نحاول ننقذ أحمد من الحالة اللي هو فيها ومن المكان اللي هو فيه سيناريوهات ضخمة جدا جدا يعني يعني ابتدينا نشوف أساسا إيه الشركات الطيران اللي تقدر أنها هتنقله وبعدين شركات الطيران قالت لك أنا مستحيل أن أنا ننقله ده هيموت على على الطيارة آه على الطيارة لأنه هو الولد ضعيف جدا وما فيش أي نوع من أنواع العلاج هو بس يمتديون له محليل عشان يفضل عايش ما بيأكلش حاجة طبعا معدته مفتوحة وحاجات كده فالعملية كانت كانت صعبة جدا شركات الطيران رفضة أن هي تخليه تتير هو ما فيش أي نوع من أنواع العلاج بياخده خلاص بقى أضعف من أنه هو وكمان ديهايدريتد بقى عنده جفاف يعني الولد يعني إيه منتح خلا صعبة خالص وابتدينا نجيبه على التليفون أجيبه على التليفون طبعا يقطع قلبك بقى اللي أرجوكي ما تسيبينيش وحاجات كده اللي هو يعني لو ابنك يعني يعني طبعا يعني حاجة برضو لوحد بيتخيل نفسه مكان مكان والدي يعني ربنا ربنا يشفي يعني مهم هو بقى أحسن يعني أنا بس علشان أنا بحاول أن أنا أقول لحضرتك أن إحنا دلوقتي يعني طبعا قدرنا أن إحنا ننقذه نقلناه من من الحتة اللي هو فيها في موزنبيق على كينيا بعد السيناريو العاشر لقينا قريدي أن إحنا الحقيقة اللي سعيدنا فيه جامد جدا هو الأسقف المصري في كينيا لأن أشهر واحدة من أشهر المستشفات اللي موجودة على مستوى إفريقيا موجودة في كينيا اسمها المستشفى الإبطي المصري وهذه المستشفى فيها فيها داكاترا فاخرين وهما كانوا مستعدين أن هما يجي لهم بس كينيا وهما يستنوا تحت الطيارة يأخذوه ويعالجوه ويتصرفه وكده ويزبطوا الدنيا فطبعا يعني قدرنا طبعا بعد يعني شوط شوط رهيب أن إحنا ننقله بطيارة إسعاف خاصة من موزنبيق لكينيا ومن كينيا تعالج لمدة أسبوع بحيث أن هو يقدر أن هو يطير بقى الرحلة لحد ما يجي مصر وطار فعلا على مصر للطيران من كينيا إلى القاهرة وكانت المستشفى الإبطي بعتت معاه دكتور من عندهم على حسابهم علشان يتولاه في الرحلة دي ما يجرلوش أي حاجة أي مضعفات لأنه طبعا رحلة طويلة على حد حالته ودلوقتي هو موجود في إحدى المستشفيات المصرية المحترمة جدا التابعة للحكومة المصرية ووزارة الصحة كانت برضو مستقبلة تحت الطيارة هيئة الإسعاف كانت بعتت له عربية إسعاف وخدته وطلعنا به على المستشفى روحت هنا زورته الأسبوع اللي فات فإحنا مش بس إحنا مهتمين بأي بني آدم ده دي قصة وحقيقي أنا بتكلم بجد مش هزور دي تتحول لفيلم يعني إحنا شفنا أفلام أمريكاني ضرب من دروب الخيال يعني إزاي الحكومة عايزة تنقذ طفلة في كندا ولا في أمريكا أو شاب أو فده عندنا إحنا في مصر ده حدث يعني إحنا ما كناش نتصور إنه ده هيجر هو هو حدث بس أنا دايما يعني أنا والحقيقة فريل عمل كله بتعبوزات الهجرة إحنا بنحط نفسنا مكان الناس يعني أنا برضو متخيلة لو أنا لوحدي في مكان هبقى عايزة حد يساعدني وأنا مش عارفة وبعدين من الناحية التانية مصر دولة كبيرة مصر دولة عظيمة طبعا أنا سأذن هروح لفاصل وبعد الفاصل يمكن هفكر محدك بصوت عالية على كل ده إن إحنا أصبح لينا إيد قوية وصلة ممتدة للمصريين قدر الاستطاع في الفترة القصيرة اللي فاتت بس كمان هنقدر إزاي نتعامل مع المصريين في الخارج سواء إذا كانوا في المهجر أو إذا كانوا بيشتغلوا في الدول اللي حوالينا علشان أخليهم أكثر فاعلية أبرزة هيبقى المستوى الاقتصادي مما لا شكل فيه مما لا شكل فيه وأظن أيضا الفاعلية السياسية والاجتماعية إحنا محتاجينها خلال الفترات اللي جاي هستأذن في فاصل ونكمل الكلام معي الوزيرة نرحب بك مرة تانية بعد الفاصل وكنا بنتكلم على فكرة التمكين إزاي أقدر أفعل وأمكن بشكل متبادل الدولة والجالية الدولة والعاملين بالخارج اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وما إلى ذلك الحقيقة وسؤال فخيم ممكن يتجاوب عليه في ساعات كتير إنما خليني أقول لحضرتك إن أول حاجة لما دخلت المكتب حاولت أن أنا أحطاها على الورق أو الألم إن أنا أعمل معادلة الدولة عايزة إيه من المواطن اللي بره والمواطن اللي بره أو المصري المغترب أو المصري المهاجر عايز إيه من مصر فلقيت يعني حطيت نقطتين للمواطن ونقطتين للدولة المواطن عايز دولة تبقى ظهره عايز دولة لما يحتاجها بره تقدر أنها تساعده عايز تواصل داي ده النقطة الأولانية اتنين عايز لما أخلف أو يبقى عندي أحفاد إن أنا أقدر استثمر له في مستقبله أقدر أن أنا ما بقاش خايف على بكرة بالنسبة لولادي وأحفادي مش كل المصريين المغتربين والمصريين المهاجرين واخدين ولادهم معاهم في الدولة الهجرة في كتير جدا منهم بيشتغلوا لعشرات السنين وأولادهم وأحفادهم موجودين هنا وفي منهم موجودين معاهم إنما الملاحظ هذه الأيام إن في تفكير حقيقي بالنسبة لمصريين كتير في إن يعني ليه ما رجعش وده حاجة أنا نفسي فجئت بيها يعني فجئت بيها أنا شايفاها أنها مفاجأة موزهلة ومفاجأة كويسة مش مفاجأة اللي هي تخضي شايفا أنها مفاجأة جميلة جدا لأن الناس اللي أنا اتكلمت معاهم دول مش ناس صغيرين ولا ناس يعني بوساط ولا ناس يعني كده لا ناس محترمين وعائلات كبيرة وعندهم وضعية في البلد اللي هما فيها وكتير منهم في دول غربية خلاص ده مستقره بتاعه وإنت مش متخيل أساس أنه هو يفكر بيرجع إنما التغييرات اللي بتحصل في مصر بتشجع ناس كتير على إن هي تفكر يعني اتخذ القرار دي حاد دوتة تانية بس بتشجع على إن الناس تفكر في العودة والعودة الحقيقية فالمواطن عايز استثمار وعايز إن هو يبقى موصول بالدولة وإن الدولة تبقى في ظهر فأي حاجة هو محتاجة الدولة في الجانب الآخر عايز نفس الحكاية يعني في هي أنهم نفس النقطتين عايزة إن المواطن اللي برا يبقى سفرها في الخارج صح إنت حضرتك مش متخيل إنت عندك أساساً السفرة بتوعنا اللي في السفرات وفي القنصليات في الخارج بيبقى عليهم دور عظيم وهم أساساً بيبقوا سفرة لتلات أربعة سنين وبيرجعوا تاني مصر فما بالك بقى مواطن بقى 24 ساعة موجود في هذه الدولة وموجود إيه إنت مش عارف أساساً إذا كان هيرجع ولا لا هو موجود في هذه الدولة لأعوام طوال ومستعد إن هو يكون ليك سفير طول الوقت وعايزة برضو إن هو يستثمر في أولاده وفي أحفاده فيها لأن هذا النوع من أنواع التواصل بيخلق حراك بيبقى لك بيبقى لك علاقات من برا الجوة وبيبقى لك إمكانية كمان إنك أنت تعظم من مصادرك سواء هذه المصادر هي موارد بشرية اللي هو البني آدم ده في الحتة اللي هو فيها اللي بقى خبير بقى أستاذ بقى عضو فاعل في مجتمع آخر فبيجيب من الفكر الجديد بتاعه ليها أو إن هو يستثمر في المستقبل مستقبل هذه الدولة هو يبقى عضو فاعل في المستقبل بتاع الدولة ده برضو ترجمته مش بس ترجمة ترجمة اقتصادية وترجمة سياسية كمان إن أنت لما تيجي بأفكارك في غنى في الأفكار وفي حراك مجتمعي وفي جديد إحنا دولة شابة وكمان عندك العناصر البشرية اللي بتدعمها في الخارج مفيش أجمل فين كده في الدنيا فابتدينا نشتغل على الاتنين دول والاتنين دول بيصبوا في التوجيهات اللي احنا خدناها أول ما تولينا المهام بتاعتنا الوزارية الجديدة كان السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء التوجيهات الأولى هو المواطن المصري المواطن المصري الربط بين التنمية والمواطن هو ربط يعني لا ينفصل الاتنين مرتبطين ببعض 100% والأولوية الأولى هي المواطن سواء في الداخل أو في الخارج أنا لايه الحتة بتاعت الخارج فأنا يعني مسؤوليتي أقل مسؤوليتي أقل من زماني لأن الخارج بالنسبة لي يعني من 10-10 مليون تقريبا في تقديراتنا إحنا فالمواطن بتاع الخارج ده عايز يرتبط بالدولة عايز دولة تدعمه في حياته وفي معيشته وعايز في نفس الوقت أنه هو لما يحوش إرشين يعرف يستثمره صح فالإرشين اللي هو بيستثمرهم وعايز أنه هو أو اللي بيدخيرهم وعايز أنه هو يستثمرهم في مصر دي دي كانت واحدة من أوائل التوصيات الصدرة عن مؤتمر الكيانات خليني أقول لحضرتك حاجة أنا برضو بعد ما حلفت اليمين اكتشفت أن تاني يوم حلف اليمين لا يا ربي في نفس اليوم في نفس اليوم بتاع حلف اليمين كانت زميلتي العزيزة النبيلة نبيلة كانت بتنظم مؤتمر للكيانات زي ما قلت لحضرتك مؤتمر الكيانات هي الجالية المصرية وده مفروض أنه هو كان الدورة الثالثة من المؤتمر ده والمؤتمر ده كان مفروض أنه هو يبتدي يوميها وأنا اللي بحلف اليمين الصبح وبحلف اليمين في العالمين يعني والمؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة ففيه شبه استحالة أن أنا أحضر هذا المؤتمر في هذا اليوم وفي نفس الوقت فيه شبه استحالة بالنسبة لي أن أنا ضيع الفرصة دي لأن أنت أنا لسه بالقلم الرصاص لسه ما حلفتش حتى اليمين ودول الناس اللي أنا هشتغل معاها والناس اللي أنا مفروض أن أتعرف عليها فرصة ذهبية إحنا عندك 534 ما بين رئيس وعضو جالية وعضو فاعل في مجتمع حاضر أساسا في العاصمة الإدارية الجديدة وأنا بمنتهى السهولة كده أقول لأ من خلاص بقى يعني قدر الله ما في مشاقة فاعل خلي أي حد من المساعدين يروح يدير هذا المؤتمر فطلبت من الحقيقة من فريق العمل في وزارة الهجرة وأنا يعني بقى أدن لهم بكل يعني شكر قلت لهم ممكن تعملولي بقى أول جميلة أول جميلة قبل ما محلف اليمين ممكن تقلبولي المؤتمر ده يعني إيه تقلبولي المؤتمر ده المؤتمر ده مفروض أنه أول 30 يومين منهم هيبقوا جوالات الناس تروح تشوف المشروعات القومية الكبرى تروح تشوف قناة السويس تروح تشوف العاصمة الإدارية الجديدة المشروعات القومية الكبيرة اللي موجودة فيها تعمل جوالات العشر من رمضان المصانع علشان يعرفوهم عملية التنمية شغالة زي في مصر وفي يوم واحد هو المؤتمر عبارة عن 8 جلسات من الصبح لحد بالليل بيودرهم الوزير المؤتمر اللي هو الفعلي اللي هي 8 جلسات بالإدارة مفروض أنه هو في أول يوم واليومين اللي بحمل زبط كده فقلت له ممكن تقلبولي تجيبوا اللي هو اليوم المؤتمر ده آخر يوم واليومين الجوالات اللي هو الفسح والفرجة وبتاعك تبقوا أول يومين فقلوا لي أه ممكن طبعا أنا ما صدقتش أنا ستة أساسا جاية من وزارة الخارجية وعلشان تقلب مؤتمر زي ده بكده 360 درجة دي لأ محتاجة معروف تركيبات كتير طبعا يعني هراب يده كل حاجة أنت بتغير كل حاجة فبجانب بقى الناس أساسا اللي موجودة اللي هي ما فيه منهم ما كانوش نويين يحضروا ده وحيحضروا ده وحواديد كده فالحقيقة عملوا كده وكانت معجزة كمية بقى الاتصالات المكوكية والدنيا تقلبت وبتاع وده اللي حصل فلما ده حصل بقيت أنا قدرت أن أنا أجي من العالمين وقابل زاملتي العزيزة نبيلة وستلم منها الملفات وأبتدي أفكر أحط استراتيجي هنبتدي نشتغل على التكليفات الرئاسية اللي إحنا واخدينها إزاي وأبتدي أحط بقى إيه بصمة الهجرة الجديدة على كل هذه الملفات وهنعمل إيه والأبروتش يبقى إزاي ونتحرك إزاي استراتيجية عمل وقدرت أن أنا أجي أحضر بقى اللي هو تالت يوم اللي هو يوم المؤتمر فلما حضرت تالت يوم المؤتمر قدرت أن أنا أدير ثمان جلسات كان فيه كان فيه أورادي خبراء إحنا جابينهم في كل موضوع من موضوعات النقاش اللي إحنا عاملين بيها المؤتمر وكل موضوع وكل جلسة خرجت بمجموعة من التوصيات واحدة من هذه الجلسات كانت غاية في الأهمية بتتكلم على الاستثمار الاستثمار للمواطنين في الخارج في مصر إيه اللي المصريين في الخارج محتاجينه ومحتاجين أنهم يعملوا في استثمارهم في المستقبل فكلهم بلا أدنى يعني منازع كانوا عندهم العديد من الأفكار للاستثمار أولاً أولاً الجلسات النقاش ما كانتش بس إن إحنا بنقول كلمات وبتعلق ده كانت نقاش وحوار وفيه تفاعل من القاعة وأسئلة وأجوبة وبعدين كان معايا المتخصصين يعني لما نتكلم في المشاكل القنصلية سيد سفير مساعد الوزير الشؤون القنصلية وساعد وزير الخارجية الشؤون القنصلية موجود معنا السادة اللي وقات رئيس الجوازات رئيس المصلحة بتاعات البطاقات الرقم القومي والسجل المدني كلهم كانوا موجودين فكان فيه تعفاع والجامد فبالنسبة لموضوعات الاستثمار كان الطلب العارم إن يبقى فيه شاركة الاستثمار المصريين في الخارج فيه المشروعات القومية الكبرى ودي ما كانتش توصية ورغبة من واحد لأ ده عدد من الناس والتوصيات كان بيبقى الموافقة عليها بالانجليز يقولك بالتسقيف وده كان واحد من الرغبات اتنين كانوا عايزين توسعة للبنوك المصرية تبقى بر ومعايزين ليه توسعة للبنوك المصرية أساساً وتبقى بر لأنهم عايزين يحطوا فلوسهم في البنوك المصري بنوك المصرية معروفة النهاية كل شوية كده بتطلع بفكرة بتعمل لهم حاجات مميزة تعمل شهادات تدي لهم فوايد على حسابات على حسابات الدخار بتاع فهم عايزين فروق للبنوك المصرية في الخارج وكان معانا ناس ممثلين للبنوك عدد من البنوك المصرية البريد المصري كمان كان موجود لأنه بيقدم خدمات بريدية وتحويلات وكده وكان كل واحد باستفسار وكده وكله بيصب في ناحية أن احنا عايزين من مصر أوعية دخارية تعملها لنا وتعمل لنا ميزات عايزين أن انتوا تشوفوا لنا يعني تحلوا لنا بعض المشاكل اللي احنا محتاجينها عايزين أن احنا يبقى معانا عربية لما ننزل عايزين أن احنا مش عارفة يعني كل باقة الأفكار والطلبات جات في هذه الجلسة وطبعا أنا هذه التوصيات كلها خدتها وخرجنا بيها وقريت عليهم التوصيات في كل جلسة احنا انتهينا إلى هذا التوصيات اللي صدرت عن الجلسة هذه الجلسة هي كذا وكذا بحيث أن هما يبقوا مفقين على أن المؤتمر يخرج بهذه التوصيات وفي الآخر نقلنا كل هذه التوصيات إلى معالي رئيس الوزراء هي دي التوصيات الصدرة عن المؤتمر وأن المصريين في الخارج هي دي الحاجة اللي عايزين يحققوها في كل مجال من المجالات في التعليم في التأمين الصحي فيه 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 سيد رئيس الوزراء لما تعرضت عليه هذه التوصيات وافق عليها كلها ويركز على التوصية الخاصة بإنشاء شركة شركة استثمارية للمصريين في الخارج في مصر صدق عليك صدق عليه والتصديق جالي بعديها يعني أنت متخيل أن تقرير عن مؤتمر وتوصيات وبتالي حياخد وقته معالي رئيس الوزراء عنده ومصر يعني يعني مش عنده ملف بإراءة في خلال يومين كانت جالي الموافقة على كل هذه التوصيات وقال دي بالذات تشتغلي عليها وتشتغلي عليها مع رئيس هيئة الاستثمار وتقولي لي عملتوا إيه وتتبعي معايا المقترحة وأنا عارف حضرتك ليه متحمس فكرة الصندوق يعني كان الصندوق سهل والصندوق إكويك إمباكت لو أنت اشتغلت عليه صح ممكن يبقى يعني يبقى تأثيره سريع يبقى مردوده سريع وتأثيره سريع تأثيره سريع ولو قدرته صح ممكن يبقى إيجابي وبيبقى دفرلمانة الإكويتي فبيبقى يعني شيء مضمون مية في المية لأي حد بالزبط 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 الرزق فيه أو التهور في الاستثمار قليل بس مش كل المستثمرين عايزين كده مش كل المستثمرين عايزين كده إحنا عندنا مستثمرين بحق وحقيق أنا مش عاوز هذا اللقاء ينتهي قبل مسأل سؤالين كمان تفضل يفهم مش عاوز عطالك لا يفهم السؤال الأول متعلق بتجمعات المصريين في المهجر أو في البلاد اللي بيشتغلوا فيها أنا النهاردة لو إحنا مثلا مصريين موجودين في ميتشجن مصريين موجودين في كاليفورنيا موجودين في فلوريدا إلى آخره علشان نقدر نعمل تجمع ما ويبقى كيان سليم وقانوني مية في المية نتعامل مية مع وزوات الإجراء هنعمل إيه؟ والحاجة التانية الطلبة بعض مننا بيبعثوا ولاده يتعلموا بره ويرجعوا أيوه صح غير إنه في بعض العائل بتطلع لنا في قصة بتاع الطبانة مش راجع دلوقتي بس ساعة الجد بيرجع تاني يعني كله بيرجع تاني كله بيرجع ما احنا شوفنا في أوكرانيا اللي حصل أولا وحتى لو ما فيش أزمة يعني أنا لاحزت برضو إنه أصبح فيه كتير من الطالب بقوله لأ بأصبح فيه فرص واعدة في مصر ما نرجع اللي تعلمناه بقى موجود في مصر الشركات ومصانع وأنماط للعمل والبحث حتى تخير دلوقنا رجعتين إحنا بنتعامل إزاي مع المصير اللي عاوزين يعملوا تجمعات قانونية وسليمة مية في المية يتعاملوا بيها مع الوزارة ومع الدولة والطلبة بتوعنا لولا قدر الله هناك في الأمور أمور وعاوزين نحللوا أي أزمة مش بس أزمات الحب أنا بتعامل مع أولا أولا حضرتك كنت بتتكلم على التجمعات التجمعات أنا ملياش إن أنا أتحكم في التجمع أنا حكومة صح وهم أفراد هم مواطنين من حقهم إن هم يعملوا أي تجمع هم عايزينه وأنا علي إن أنا أي تجمع هم عايزينه أنا لازم أتعامل معاه وده طبعا بيفتت وحدتهم يعني كمية الكيانات بتفتت الوحدة لو زادت هتبقى بالضبط كتا كل ما بتزيد كل ما التفتت بيبقى أكتر كل ما قلت كل ما يبقى الإيد الوحدة بتبقى أقوى طبعا بتبقى أقوى تأثيرا في المجتمع اللي هم فيه وبتبقى أقوى كمان تأثيرا في طلباتهم من الدولة الأم صحيح فإحنا عندنا موضوع التفتيت ده إحنا بنشوف إن هو مش في صالحه صح إنما هم أحرار أنا مقدرش إن أنا أقول لهم اعملوا حاجة شكلها كذا لكن أنا أنصحهم إنه يعملوا وحدة كبيرة متصلة ياريت تعملوا هذه الوحدة المتصلة هتبقى فيها مصلحتك إنما في بعض الأحوال وفي يعني بعض ده كده يعني بلطف بتعبير متفائل بتعبير متفائل ما بيبقوش على وفاق القيادات هنا والقيادات هنا ما بيبقوش على وفاق مش لازم يكون أساسا توجهاتهم مختلفة كفاية إنه هم يكون إحساسهم بإنه هم القيادة بيبقى بيبقى مسيطر عليهم أنا لأ أنا فاهم أكتر وأنا أقدر إن أنا أعمل أحسن وإن أنا أقدر أوصل أكتر وكده إنما أنا أنا علي إن أنا أتواصل مع الجميع سواء العدد كان قليل كان كتير أنا لازم أتواصل معاه في الكثير من الأفكار اللي هي طالعة دلوقتي طب ما تحطوا معايير للكيانات ما تحطوا مدونة سلوك إن الكيان أو الجالية تبقى عليها وبتاع ودي فكرة إحنا بندرسها في الوقت الحالي إن إحنا نقول لهم والله إحنا شايفين لو إنتوا عايزين تنجحوا تقدروا إن إنتوا لازم لازم هي دي المعايير اللي تمشوا عليها عشان تحققوا جالية نجحة وفيها وفيها كيان قوي سواء كان مجلس سواء كان جمعية اللي إنتوا عايزينه إنما إنما حتى هذه اللحظة نحن نتعامل مع الجميع وبمسافات واحدة وبقناعة بإن إحنا هم بالنسبة لنا مهما كانوا إحنا لازم نتواصل معاهم ولازم نخدمهم ولازم يكون لازم نكون ضهرهم فده بالنسبة لموضوع التواصل الخاص بالجاليات الطلبة الطلبة إحنا متواصلين معاهم بشكل أجمل كمان لأن الطلبة بالذات الطلبة اللي بيدرسوا برا إحنا لسه كنا كنت مع معالي وزير الطيران المدني والطيران المدني الأول مرة بتعمل بناء على طلبنا ورجعنا من سيد وزير الطيران بتعمل أفر عظيم للأسر المصرية للنزول إلى مصر فيه أجازات وأعلننا قريدي عنه وهذا الأفر بيوفر أنه يدي تذكر طيران مخفضة بالنسبة للزوجة 25% بالنسبة لتنين من الأبناء بحد أقصى 15 سنة للسن بيدي لهم 33% الأفر الثاني اللي أنا طلبته من معالي وزير الطيران المدني إن هو يديني أفر كويس للولاد الطلبة اللي هم بيدرسوا في الصين والصين لما قفلت قالت لهم ارجعوا بلدكو وإن شاء الله لما نفتح يبقوا تعالوا شرفوه كويس فالصين فتحت وعايزين الولاد يرجعوا يكملوا الشهادات التعليمية بتاعتهم فعشان يرجعوا أنا عندي بالذات في الصين عندي في حدود ربماية 15 طالب فربماية 15 طالب دول عشان يرجعوا محتاجين تذاكر برضو حنينا تبقى معقولة تبقى معقولة علشان يقدر إن هو يرجع لأن هو محتاج يرجع ويرجع بسرعة فالحقيقة وزير الطيران المدني قطر قال في خيره استجاب واستجابته كانت سريعة وعمل لنا أفر عظيم قل للتذكارة عن ثمنها 30% 30% ده يغلب في التمن في التخفيض عن مسيلاتها من تذاكر الطيران الصينية تعرف الصين أساساً بتدي تذاكر طيران حنينا على أخ فبقى فيه ميزة رهيبة جداً بالنسبة لأبناء الولاد أعتقد بالذات الشباب عندنا العديد من وسائل التواصل معهم عندنا مبادرة رائعة اسمها ميتسي احنا مسمينا ميتسي الشباب اللي شغالين فيها أو الشباب اللي هم مهتمين بيها هم جميع الولاد الدارسين في الخارج والولاد الدارسين في الخارج في أمريكا وفي أوروبا وفي كندا وفي كل حتة في سعودية في أي حتة والولاد دول احنا بنعتبره منهما صفراء وزارة الهجرة للخارج الشباب دول شباب رائع وشباب متحمس وشباب عايز يعمل حاجة لمصر وشباب عنده عنده طاقة إيجابية تعديك والشباب دول احنا بنحاول ان احنا نتواصل معهم مش بس نتواصل معهم كل يوم كمان نعيشهم في تجارب يعيشوا أكتر بالنسبة بالنسبة للمجتمع المصري ويكونوا أكتر على تواصل آخر التجارب العظيمة للشباب ده احنا احنا مررناهم فيها كان فيه احنا طبعا زي ما حضرتك شايف كده احنا ملفاتنا بما ان احنا المصريين في الخارج هم اهتمامنا فكل اهتماماتهم هي اهتماماتنا فلازم نتواصل مع كل الوزارات فاحنا كمان عندنا علاقة غاية في الجودة مع وزارة الدفاع المصرية وزارة الدفاع المصرية كانت بتحتفل بستة اكتوبر فوزارة الدفاع المصرية احنا في العلاقة معاها اتكلمنا على طب ما تيجي نجيب شباب من شباب الجيل التاني والتالت وولادنا الحلوين يجوا يعيشوا التجربة بتاعت اخر شفتهم هذه التجربة انا كنفسي حضرتك تبقى موجود معانا وانا بقى بعد ما خلصوا التجربة اللي هو الاسبوع ولا الكنين اللي صوروا فيهم الافلام التجربة دي كانت عبارة عن الولاد جم من الجامعاتهم في الاجازة خدوا فرقة صعقة خدوا فرقة صعقة لو انا هقول حقي برقابتي ارجع فرقة صعقة دول كانوا فرحانين اوي ينهار ابيض هما مش بس فرحانين عايزين يدخلوا الجيش الولاد عايزين يدخلوا الجيش كمية الشحنة الايجابية والطاقة الرهيبة والولاء والانتماء اللي عظمتها هذه التجربة في الولاد انا ما صدقتهاش وطاقة عديك صح وولاد حلوين يعني حلوين ولاد اللي درس دكتوراه واللي بيدرس ماجستار واللي بيدرس في أولى طب واللي بيدرس في المدارس واللي بيدرس في الجامعات ولاد جمال ولاد جمال ومبشرين ومفرحين وحسوا بقد إيه قيمة البلد وقيمة الجيش وقيمة اللي حصل معنا وقيمة حرب أكتوبر إحنا بقى عندنا موجة الإحساس بأن مصر عايزاني وأنا مستعد إن أنا أضحي كلمة عايزة رجع بقت أكتر بكتير مما سبق بمراحل كان قبل كده أنا مسافر ومش راجع دلوقتي أنا مسافر أخلص وجاي أنا مش بس كده أنا عندي ولاد من الجيل التاني والتالت والرابع والخامس ولاد ما بيتكلموش عربي بيتكلموش عربي ومزروش مصر قبل كده والرحلات إحنا برضو بننظم مع زي ما احنا بنعمل مع وزارة الدفاع إحنا كمان بننظم مع العديد من الجهات الأخرى بما فيها الكنيسة القبطية بننظم معاهم مؤتمر اسمه مؤتمر لوجوس مؤتمر دول لوجوس ده كان من الأول الحاجات برضو اللي عملتها أول ما جيت الكنيسة بتختار في حدود ألف شاب والألف دول بتصفصفهم لمتين هما من أجود أنواع الشاباب برضو دكتوراه وماجستير وولاد دارسين ومتميزين في جامعاتهم وفي الجاليات اللي هما فيها في المجتمعات اللي هما فيها بعضهم مجاش مصر قبل كده اتولد برا ومجاش مصر ومجاش مصر ومجاش مصر وبعضهم عندهمش بطاقة رقم قاومي ولا أي حاجة وبيجي لأول مرة نفس اللي قالوا لولاد بتاع السعقة ده كان في لقاءهم مع معالي رئيس الوزراء اجتمعوا بالسايد رئيس الوزراء وابتدوا بقى الولاد دول انت بتكلم على ولاد على أعلى قيمة الهرم التعليمي وبيكلموا رئيس الوزراء في مشاكل العالمية وبيكلموا في مشاكل الاقتصاد بيكلموا احنا احنا قلنا ازاي انت انت ليدر في مكانك وانا عايزة بقى ليدر زيك قل لي انا ايه المقومات بتاعت الليدر بيكلموا في امور فلسفية وبيكلموا في السياسة وبيكلموا في الاقتصاد الرحلات اللي اتعملت لهم بدعم من وزارة الهجرة والكنيسة القبطية رحوا زاروا قناة السويس رحوا زاروا العالمين شافوا المشروعات القومية الكبرى اللي قالوا لولاد السعقة هم اللي قالوا لولاد دول طب انتوا محتاجيننا طب انتوا يعني انا لو خلصت الشهادة التعليمية بتاعتي ورجعت انتوا محتاجيني انتوا عايزيني لو عايزيني انا مستعدة ارجع هو مجاش اساسا عشان يرجع دي اول مرة وبيحط فيها دي اول نزولة ليه نفس الشحنة والاهتمام انا قلت لحضرتك في الاول المواطن المصري بحتاج اهتمام بحتاج يحس ان الدولة في ظهره ومحتاج يعرف الدولة على حقيقتها الدولة على حقيقتها دولة عظيمة دولة لها تاريخ هو اعظم التاريخ صحيح 100% بيتدرس في الكتب احنا لو في دولتين تاريخ بيتدرسوا في الكتب مصر هي احنا الدولة الوحيدة اللي ليها علم باسمها بالضبط كده احنا الدولة الوحيدة اللي ليها علم باسمها الاجيبتولوجي او المصريات علم المصريات فبيحس بهذه الشحنة من الفخر ومن العظمة وبيشوف ناس جدة ما هو الولاد دول ولا غيرهم دول مش ولاد بوساط ويتاخدوا في الايد يعني الولاد دول علشان اقول لحضرتك قد ايه الولاد دول امباكت في يعني عندهم قدرة على التأثير في سنة 2018 لما جم كان فيه لقاء مع فخامة الرئيس مش سيد رئيس الوزراء كان فيه لقاء مع فخامة الرئيس اللقاء مع فخامة الرئيس دول وهم شافوا مصر وكان من ضمن الشباب دول مجموعة من الشباب من استراليا فلما رجعوا اكتشفوا هم عارفين اكتشفوا ان فيه ان دولة استراليا بتطبق حذرة على السفر الى مصر لان مصر دي دولة خطيرة والسياحة فيها مش مضمون تروح ما ترجعش والحاجات كده ودي دولة بتاعوا رجعوا ابتدوا يعملوا حملة هاشتاجات على السوشيال ميديا يبتدوا يكلموا بقى اللي هما السانيترز وعضاء البرلمان في الكونستيونسيز بتاعتهم وهم كلهم ولاد فوق 18 سنة فابتدوا يعملوا حمل الضغط على رئيس الوزراء الاسترالي اللي بيها تم الحكومة سلمت ورفعت الحظ عن السياحة على مصر بالشباب اللي جم شافوا الحقيقة وراحوا نقلوها وما قالوش غير الحقيقة وده اللي احنا بنقولهولهم انتوا عايزين مننا ايه قلنا لهم الحقيقة والحقيقة انت سفير لمصر قول اللي انت شفته ما تقولش لا تزود ولا تشيل ولا تحط قول اللي انت شفته ده جهد اكتر من رائع وهذا الحديث لا يجب ان ينقطع بس زي ما قلوك ده لله الامر ده همنا الوقت لكن انا حقيقي متشرف جدا وسعيد جدا ومبهور وفخور في نفس ذات اللحظة فالف شكرة اولنا فاندم على قبولك اجراء هذا الحوار او هذا اللقاء معنا والفالف شكرة على هذا المجهود وعلى الافكار الميارة زي ما بيتقال وهنستسمح في ان احنا يبقى لنا فيه لقاءات كتير وتليفونات اكتر ومش انا بنعطلك يعني علشان انا عارف يعني بتكلمي العالم كله كل يوم فجي حكنا صعبة حبتين اشكرك جدا معالي الوزيرة كل شكر لحضرتك الف شكر كل شكر لمعالي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج سيادة السفيرة سوها جندي الف الف شكر واستنونا بكرة ان شاء الله في نفس المعادل وكلنا العمر وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة